موسيقى موسيقى أعزائي طالبات وطالبات السنوية العامة أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء مساء الخير على كل طلابنا الأعزائي مساء الخير على كل مدرسي الفيزياء على مستوى الجمهورية اللي هيتابعونا واللي احنا كالعادة مستنين كل ملحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنه من الكمال الحلقة بتاعتنا إن شاء الله المهاردة في الفيزياء للسنوية العامة هتبقى تحت عنوان المولد الكهرابي الدينامو وهيكون في ديافاتنا في هذه الحلقة مستر محمد عبداللطيف مساء الخير على فاني مساء النور أخبار حضركي الحمد لله إن شاء الله تمنات القلبية بحلقة موفقة لكل طلابنا اللي بيشاهدونها دلوقتي اتفضل مستر محمد بسم الله الرحمن الرحيم كل سنوان الطيبين حبيبي طلاب السنوية العامة والسنوية الأزهرية إن شاء الله النهاردة هنتكلم على جهاز من أجهزة القياس الكهرابي أو الأجهزة الكهربية اللي هو المولد الكهرابي اللي هو الدينامو طيب إحنا في البداية كده مع بعض إن شاء الله هنتكلم هنفتكر مع بعض كده الدينامو المولد الكهرابي استخدامه وفكرة عمله وبعد كده هنبدأ نتكلم على مجموعة من الأسئلة كويسة عن الدينامو أولا نفتكر مع بعض كلنا الاستخدام الدينامو ده بيستخدم فيه الدينامو ده كلنا عارفين إنه هو جهاز يكون بتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية يعني هو جهاز بيولد الطيار الكهرابي بيحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية أو الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية فكرة عمل مبنية على إيه؟ مبنية على الحس الكهروماغناطيسي اللي هو عند دوراننا ملف في مجال ماغناطيسي يتولد في الملف قوة دفع كهربية مستحسة وكذلك طيار مستحسة يبقى يتولد في الملف قوة دفع كهربية مستحسة وكذلك طيار مستحس اللي هو الحس الكهروماغناطيسي تبدينا مدى بيتركب من إيه؟ بيتركب من أربع حاجات واحد مغناطيس قوي قطباه المتقابلان مكعران مغناطيس قوي قطباه المتقابلان مكعران اتنين ملف مستطيل من النحاس ملف مستطيل من النحاس ملفوف حول قلب من الحديد المطاوع ملف مستطيل من النحاس يتصل طرف الملف بإيه؟ يتصل طرف الملف بحلقتين معدنيتين ويتصل كل حلقة بفرشة سابتة من الجرافية يعملان كأكتاب للدينامو طيب القانون المستخدم في الدينامو القانون المستخدم A M F بتساوي اللي هو القوة الدفعة الكعربية المستحسة بتساوي N B A أوميجا ساين سيتا N B A أوميجا ساين سيتا ال N عدد اللفات ال B كسافة الفيض ال A مساحة وجه الملف الأوميجا السرعة الزاوية للملف وجه بالزاوية ما بين مستوى الملف أو ما بين المجال والعمود على مستوى الملف يبقى القانون بيقول A M F A M F بتساوي N B A أوميجا ساين سيتا طيب بعد كده على طول العوامل التي يتوقف عليها القوة الدفعة الكعربية المستحسة المتولدة في الدينامو العوامل هناخدها من القانون وكلهم ترضي A M F تتوقف على إيه واحد عدد اللفات 2 كسافة الفيض المغناطيسي 3 مساحة وجه الملف 4 السرعة الزاوية 5 جيب الزاوية بين العمود على مستوى الملف والمجال طيب متى يكون القوة الدفعة الكعربية المستحسة قيمة عظمة؟ القوة الدفعة الكعربية المستحسة المتولدة من الدينامو قيمة عظمة عندما يكون مستوى الملف موازل المجال لأن العمود على مستوى الملف يكون عمود على المجال ساعتها تبقى سيتا بتسعين وصين تسعين بيساوه واحد طيب متى ينعدم القوة الدفعة الكعربية المستحسة المتولدة من الدينامو؟ إذا كان مستوى الملف عمودي على المجال إذا كان مستوى الملف عمودي على المجال ليه؟ لأن العمودي على مستوى الملف يكون موازل المجال سيتا دلوقت هتبقى بسفرة وصين سفر بتساوي سفرة وعلشان كده إما الزاوية عند دوران الملف لو مستوى الملف عمودي ده وضع السفرة عندما يدور تسعين درجة يبقى وصل لقيمة عظمة طيب بعد مية وتمانين درجة يبقى وصل لعمودي تاني يبقى بقى سفرة بعد 270 درجة وصل لقيمة عظمة بعد 360 درجة رجع للسفر مرة تانية وعلشان كده نوعية الطيار الناتج من الدينامو طيار متردد يعني طيار متغير الشدة والاتجاه وإحنا طبعا بنعمله عملية تكوين يعني بنحواله الطيار مستمر وهقول الكلام ده في النهاية إن شاء الله في نهاية الحلقة هقول إزاي بنقوم الطيار المتردد يبقى الطيار الناتج من الدينامو طيار متردد اللي هو طيار متغير الشدة والإيه والاتجاه طبعا في حاجة اسمها القيمة الفعالة للطيار المتردد القيمة الفعالة للطيار المتردد هي قيمة الطيار المستمر الذي يولد نفس كمية الخرارة عند مروره في نفس الموصل لنفس الزمن طب القانون اللي بيجيب القيمة الفعالة AMF effect ده بيتساوي AMF max على جزر 2 جاي منين يا أستاذ على جزر 2 عشان هي مرتبطة بصين 45 وصين 45 بواحد على جزر 2 يبقى الAMF effect بتساوي AMF max اللي هي العظمة على جزر 2 طيب فيه برضو حاجة اسمها القيمة الدفعة الكهربية المتوسطة القيمة الدفعة الكهربية المتوسطة خلال ربع دورة او خلال نص دورة وبرضا هقول لك حاجة الأحدى القوة الدفعة الكهربية المتوسطة خلال دورة كاملة دائما بسفر خلال دورة كاملة دائما بسفر المال اللي أنا هتكلم على دي خلال ربع دورة او نص دورة وكنا سبتين قبل كده من الكوة الدفعة المتوسطة خلال ربع دورة بتسوي نص دورة ليه؟ لأن التضاعف في الفيد يقابل تضاعف في الزمن فتظل النسبة بين دلتا في إما ودلتا تي سبتة فعلشان كده الكوة الدفعة الكهربية المتولدة خلال ربع دورة بتسوي دائماً الكوة الدفعة الكهربية المتولدة خلال نصف دورة طيب تعالوا كده الكوة الدفعة الكهربية المتوسطة قانون لها كويس لربع دورة ونص دورة مشاكر ربع دورة ونص دورة A M F متوسطة خلال ربع دورة ونص دورة N B A 4 F سجل القانون ده عندك N B A 4 F في طريقة تانية ان انا اقول لك نقلب التردد نجيب الزمن الدوري وبعد ما جيب الزمن الدوري جيب زمن الربع دورة او زمن النص دورة وعود في قانون فرضاي ولكن انا سبتلك ان ال N B A 4 F طب اما حب اعملك علاقة بين المتوسطة والعزمة هقول لك ان ال M F max على M F متوسطة بتساوي N B A 2 B F على N B A 4 F كله هيتير مع بعضه هيفضل ال M F المتوسط ال M F المتوسط هيساوي A ال M F المتوسط هيساوي ال B على 2 يعني اي M F المتوسطة بتساوي 2 F max على ايه قال الاول معي النهاردة هيبقى عن تحديد اتجاه الطيار الكهرابي في الدينامو يعني بيقول لك ايه يمكن تحديد اتجاه الطيار الكهرابي المتولد في ملف الدينامو باستخدام قاعدتها طبعا الاختيارات بيقول لي فيلمينجي لليد اليسرى انبير لليد اليمنى فيلمينجي لليد اليمنى البريمة اليمنى طيب هو انا لسا ايهلك من شوية ان بني فكرة عمل الدينامو على الحص الكهرومغناطيسي يعني على تولو الطيار مستحسة طب تولو الطيار مستحسة انا عندي دلوقتي لو انا فكرتك بسرعة كده فيلمينجي لليد اليسرى دي كانت بتستخدم في تحديد اتجاه القوة التي يتأثر بها سلك موضوع في مجال مغناطيسي طب انبير لليد اليمنى كانت بتستخدم في تحديد في تحديد اتجاه المجال المغناطيسي في سلك او ملف دائري او ملف حلزوني طب فيلمينجي لليد اليمنى تستخدم في تحديد اتجاه الطيار المستحس في سلك اه والدينامو مبنى على الطيار المستحس الدينامو طالما مبنى على الطيار المستحس يبقى بتالها حدد اتجاه الطيار في ملف الدينامو عن طريقة قاعدة فيلمينجل اليد اليمنى اللي بتقول ايه قاعدة فيلمينجل اليد اليمنى اللي هي الاجابة رقم 3 بتقول ايه فيلمينجل اليد اليمنى نفتكيرها مع بعض كده اجعل اصابع اليد اليمنى اجعل اصابع اليد اليمنى الوسطى والسبابة والابهام متعامدة على بعضها بحيث يشير الابهام الى اتجاه الحركة والسبابة إلى اتجاه المجال عند إذن يشير الوسطى وبقية الأصابع إلى اتجاه الطيار المستحس يبقى الإجابة الصحة هتبقى فيلمينجي لليد اليمنى طبعاً البريمة اليمنى برضه شامنا نعرفك البريمة اليمنى كانت موجودة معاك في الفصل اللي فات كان يقولك ايه بتستخدم في تحديد اتجاه المجال في ملف دائري أو حلزوني يبقى القعدة المستخدمة فيلمينجي لليد اليمنى ندخل على السؤال الثاني السؤال الثاني معنا طبعاً عايزة أكد عليك قبل ما أرى السؤال إن الزاوية اللي بناخدها في حالة الملف دائماً في حالة الملف دائماً وركز خلاف حالة السلك يعني في عزم الازدواج في الفصل اللي فات وفي القوة الدفعة الكهربية المستحسة في المنطقة اللي أنا فيها اللي هو الزاوية بين العمودي على مستوى الملف والمجال العمودي على مستوى الملف والمجال طب نقرأ السؤال الرقم اتنين السؤال بيقول عندما تكون الزاوية بين مستوى ملف في الدينامو واتجاه الفيض المغناطيسي 60 درجة فإن القوة الدفع المستحسة تكون عندما تكون الزاوية بين مستوى ملف في الدينامو والفيض 60 درجة فإن القوة الدفع المستحسة تكون طيب هو الدني الزاوية بين ايه؟ اه رد علي كده الزاوية بين ايه؟ مستوى الملف والمجال اه هو انا باخد الزاوية بين مستوى الملف والمجال لا ده نباخد الزاوية بين العمودي على مستوى الملف والمجال يبقى العمودي على مستوى الملف يبقى ناخد المتممة على طول اوعى تقع في الحتة دي اسمع لاخر مرة يقول لك مستوى الملف والمجال تاخد المتممة يقول مستوى الملف والعمودي على المجال تاخد الزاوية نفسها طيب هو قال مستوى الملف والمجال يبقى بالتالي الزاوية 60 ناخد المتممة لا تبقى 30 نعمل收看 الآلة 30 نص الكيمة العظمى يحصل بالزاوية بين مستوى الملف و المجال نستخدم المتمم على طول يقول لك الزاوية بين مستوى الملف والعمودي على المجال ناخد الزاوية اللي هو الدهالي وصين تلاتين مش صين ستين عشان انت لو اتخدعت في الموضوع ده هتقول صين ستين بجازة بتلاتة على اثنين ولكن لا انا باخد المتممة يبقى صين تلاتين بنص يبقى نص القيمة العظمى يبقى الاجابة رقم اثنين ندخل مع بعض يا حبيبي كده على السؤال الرابع الصفحة رقم اربعة معانا اللي هنتكلم فيها طبعا انا اديتك فكرة سريعة من شوية على القوة الدفعة الكهربية المتوسطة وقلت لك خلال ربع دورة هي خلال نص دورة طب نقرأ السؤال مع بعض كده دينامو طيار متردد يعطي 100 فولت AMF ماكس بتاعته ب100 فولت فتكون AMF المتوسطة خلال نصف دورة عندما يدور الملف من الوضع العمودي تساوي طيب انا عملت لك علاقة من شوية بين AMF ماكس والAMF متوسطة ويريد تمسك قلمك ويكتب العلاقة دي ورايا AMF ماكس هتفيدك قوي AMF ماكس على AMF متوسط بتساوي الماكس NBA 2BF والمتوسط NBA 4F يبقى على NAB 4F طيّر الNAB مع الNAB وطيّر الF مع الF واختصر فوق على الاثنين فقل واحد وتحت 4 على الاثنين فقل الاثنين تطلع معاك AMF ماكس على AMF متوسط بتساوي B على الاثنين خلي المتوسط في طرف الواحده واكتب العلاقة بقى النهائية هي AMF ماكس بتساوي AMF متوسط 2 AMF متوسط اكتب تاني AMF متوسط خلال ربع دورة أو نص دورة بتساوي 2 AMF ماكس على B 2 AMF ماكس على B تبانى معايا الماكس خلاص المسألة تحلت مباشرة هنضرب 2 في 100 على B اعمل على القلة معايا كده 2 في 100 على B يعني على 13 و 14 من 100 أو على 22 ايه على 7 هتطلع معاك على القلة ايه اه مظبوط 63 و 6 من 10 فولت يبقى للمرة التانية بنقول AMF متوسطة خلال ربع دورة أو نص دورة بتساوي 2 في AMF مكس على B يبقى 2 في 100 على B 2 في 100 على B تطلع 63 و 6 من 10 فولت 63 و 6 من 10 فولت يبقى الإجابة رقم 3 يبقى الإجابة رقم 3 طيب ندخل مع بعض كده على السؤال رقم 5 هنا بقى هقف وقفة معاكو كده وانا قلتلك في بداية الحلقة ان انا هأجل كيفية تكويم الطيار المتردد هو طبعا احنا اتفقنا مع بعض ان الدينامو بيعطي طيار متردد الطيار المتردد هو ايه هو طيار متغير الشدة والاتجاه يزداد شدته من سفر الى قيمة عظمى ثم الى السفر ثم يغير اتجاهه ويزداد من سفر الى قيمة عظمى الى السفر خلال نصف الدورة الاخر ده الطيار المتردد طيب احنا عايزين نقوم الطيار المتردد يعني ايه كلمة تكويم يعني تحويل الطيار المتردد الى طيار مستمر يعني عايزة حول الطيار من متغير الشدة والاتجاه الى طيار سابت الشدة وموحد الاتجاه عايزة سابت الشدة ووحد الاتجاه طيب الاول كده هنيجي إزاي نوحد الاتجاه وإحنا بنقول في تركيب الدنامو قبل كده كنت قلت يتصل الملف بحلقتين معدنيتين اسمع بقى هنعمل إيه؟ هنستبدل الحلقتين المعدنيتين باستوانة واحدة مشكوقة إلى نصفين بينهما مادة عازلة هنستبدل الحلقتين المعدنيتين باستوانة واحدة مشكوقة بينهما مادة عازلة دي اسمها دائرة التقويم هنشيل الحلقتين المعدنيتين ونخط استوانة واحدة مشكوقة إلى نصفين بينهما مادة عازلة ليه؟ علشان نوحد اتجاه الطيار في الدائرة الخارجية هو كده كده الطيار مش هيتوحد جوا الملف ولكن أنا معايا نص حلقة أولى ونص حلقة تانية نص الحلقة الأولى ملامسة الفرشة F1 ونص الحلقة التانية ملامسة الفرشة F2 إما يكون نص الحلقة الأولى هي اللي مخرجة الطيار هتبقى ملامسة F1 يعني الطيار في الدائرة الخارجية هيخرج من F1 إلى F2 طيب بعد ربع دورة الطيار هيبقى سفرة بعد نص دورة هيرجع الطيار لقيمة عزمة تاني بس ساعتها هيبقى نص الحلقة 2 هو اللي ملامسة الفرشة F1 فدايما الطيار هيخرج لي من F1 يعني خلاصة الموضوع إنما يكون الطيار خارج من نص الحلقة 1 هي اللي هتبقى ملامسة F1 يكون خارج من نص الحلقة 2 هي اللي هتبقى ملامسة الفرشة F2 وبالتالي في الحلقة اللي قدامنا ديت يبقى الطيار دائما هيخرج من F1 إلى F2 يبقى أنا كده وحدت الاتجاه يبقى اتجاه الطيار في الدائرة الخارجية 1 طيب إزاي وحد الشدة كمان أه أواحد الشدة أنا شغل على ملف 1 لا هنستخدم عدة ملفات بينهما زوايا متساوية يستخدم عدة ملفات بينهما زوايا متساوية بحيث تقسم عدد أجزاء الاستوانة تساوي ضعف عدد الملفات وركز في اللفظ الأخير ده تقسم عدد أجزاء الاستوانة بحيث تساوي ضعف عدد الملفات علشان ما يكون الملف ده هو اللي قيمة عظمة أول ما يقل الملف اللي بعده يبقى قيمة عظمة يقل اللي بعده يبقى قيمة عظمة يقل اللي بعده قيمة عظمة يبقى فيه قيمة عظمة مستمرة يبقى بالتالي هواحد الشدة طيب يبقى أنا دلوقتي علشان أوحد الاتجاه أستبدل الحلقتين المعدنيتين باستوانة وحدة مشكوكة إلى نصف بينهما مادة عازلة وعلشان أوحد الشدة أستخدم عدة ملفات بينهما زوايا متساوية وتكسم عدد أجزاء الاستوانة بحيث تسوي ضعف عدد الملفات تب ندخل مع بعض على السؤال رقم خمسة السؤال رقم خمسة السؤال رقم خمسة عفوا السؤال رقم خمسة النسبة بين عدد الملفات إلى عدد أجزاء الاستوانة المعدنية المجوفة في مولد الطيار الكهربي موحد لاتجاه تساوي هو أنا قلت دلوقتي النسبة بين عدد الملفات إلى عدد أجزاء الاستوانة المعدنية المجوفة في مولد الطيار الكهربي موحد لاتجاه تساوي مش أنا لسأل لكم تقسم عدد أجزاء الاستوانة بحيث تساوي ضعف عدد الملفات يعني عدد أجزاء الاستوانة ضعف عدد الملفات يبقى ما يقولي النسبة بين عدد الملفات إلى أجزاء الاستوانة دايما الأجزاء ضعف لأن كل ملف له طرفيا فكل ملف له طرفيا يبقى كل ملف له جزء من اللستوانة يبقى إذن تقسم عدد أجزاء اللستوانة ده في عدد الملفات أو عدد الملفات نص عدد الأجزاء يبقى النسبة بين عدد الملفات إلى عدد الأجزاء واحد إلى تنيين يبقى الإجابة الصحة رقم واحدة ندخل على السؤال الأخير رقم ستة برضو على نفس المنطقة ولسه أنا أيلوف كلامي عند استخدام مكوم معدني الاستقار رقم ستة نبص كده الاستقار رقم ستة عند استخدام مكوم معدني بدلا من الحلقتين المنزلقتين اللي هو اللي أنا سمته لكم من شوية دائرة التكويم لدينامو طيار متردد يا قونا الطيار المتولد في ملف الدنامو إيه؟ والطيار المر في الدائرة الخارجية مش أنا لسه أقول لكم إن إحنا مش هنعرف نوحد لاتجاه داخل الملف إحنا بنوحد لاتجاه في الدائرة الخارجية فقط في الدائرة اللي هتاخد الطيار يعني ملف الدنامو من جوة لازم الطيار يبقى فيه متغير يبقى إذن الطيار المتولد في ملف الدنامو هيبقى طيار متردد طيار متردد والطيار المر في الدائرة الخارجية هيفضل هو ده اللي هيتوحد يعني هيبقى طيار موحد لاتجاه إذن الإجابة الصحة في داخل الدنامو يبقى طيار متردد وفي الدائرة الخارجية يبقى طيار موحد لاتجاه يبقى الإجابة الصحة لاختيار رقم 3 دي مجموعة من الأسئلة كويسة أوي معايا في الدينامو وطبعا علشان الدينامو من أكتر الأجزاء لها قوانين ما تنساش إن الأوميجة بتساوي 2 باي إف دي السرعة الزاوية 2 في باي في التردد ما تنساش إن سيتا الزاوية 2 باي إف في فتي 2 باي إف في فتي 2 في باي بس سباها وضح لك حاجة البي دهي الوحيدة اللي يعوض عنها 180 باي الدائرية 80 درجة أي باي في الفيزياء أو الرياضة ب22 على سبعة إلا باي الدائرية بس اللي هي في مجايب الزاوية سيتا بتساوي 2 باي إف في فتي 2 في 180 في التردد في الزمن الضوراني الدقي الزاوية وعرفنا الإيمي في مكسي بتساوي إن بي إي أوميجة أوميجة من غير سين سيتا وعرفنا إيمي في اللحظية بتساوي إن بي إي أوميجة سين سيتا وعرفنا الإيمي في إفكتة بتساوي إيمي في مكس على جزر 2 وإيمي في المتوسطة بتساوي إن بي إي أربعة إف أو بتساوي 2 في مكس على باي ده بالنسبة لكل قوانين الدينامو طبعا خدنا الدينامو باستفادة ببعض الأسئلة الجميلة معنا أهم حاجة أنت تشتغل وتحل كتير وتشتغل كتير ومعنا طبعا في بعد كده في معايا أجهزة جهاز اسمه المحول الكهربي وجهاز اسمه المولد الكهربي اللي هو المطور وكلهم مبني فكرة عملهم على الحس الكهرومغناطيسي ده بالنسبة للدينامو حبيب الطلبة أحسن أنت مستر محمد حلقة أكثر من رائعة الله يكلم وتمانيات القلبية بالتوفيق ونجاح دايما نطلقنا العزاء اللي بيشاهدونا مستر محمد لو عندك أي رسائل سريعة لكل الطلبة اللي بتشاهد برنامج مدرسة على المستوى جمهورية تسوكي جواهد والله يا جماعة احنا دلوقتي برضو يعني عدنا في الوقت اللي خلاص يعني إيه دلوقتي انت معاك ثلاث شهور على المتحان فطبعا وهي السنة دي مبنى عليها مستقبلك وربنا يكرمك أنا عايزك الفيزياء بالذات يعني عايزة تتفهم كويس قوي تتفهم كويس قوي الحل الكتير عشان تاخد على السرعة في الحل يعني الشكوى من من جميع الطلبة في السنين اللي فاتت مش جاية من الأسئلة نفسها الأسئلة مباشرة وكويسة وكلام ده المشكلة في الوقت الوقت محسوب عليه يبقى لازم تتعلم السرعة في الحل لازم تتعلم السرعة في الحل طبعا حل كتير وطبعا زي ما بقولك حب الفيزياء حب الفيزياء الفيزياء أم العلوم وأركى العلوم وأعلى درجات الثقافة والفكر الإنساني هي جوهر الطبيعة هي طبيعة الواقع فكن فخورا أنك تدرس علم الفيزياء شكرا مستر أحمد شكرا مستر أحمد شرفتنا ونتمنى إن شاء الله نشوفك في حلقات قديمة إن شاء الله عزيزياء البطولات السنة العامة بعد قليل لغة عربية للسنة العامة انتظرونا ترجمة نانسي قنقر